ايه اللي فاضل ما غرقناهوش المواطن خلاص غرق المواطن بقاله فترة طويلة عشر سنين بيقول اني اغرق اغرق تحت الماء ولكن عبد الحليم اللي ارحمه كي بيتنفس تحت الماء في معجزة لم تحدث اني اتنفس تحت الماء اللي ارحمه العندليبيان نعم المواطن المصر النهاردة اللي بقرفش تنفس تحت الماء ايه بيغرق فمعظم السلع النهاردة حصل لها اغراق كلمة التعويم دي في الحقيقة كلمة غير صادقة نطلقها على ما حدث على الجنيه لا الجنيه تم اغراقه ومش تعويم عمال كل يوم يغرق تحت في القاع اليوم ايضا المفروض بقى وزير المالية المصري اللي احد النواب وقف في مجلس النواب يحلب بالطلاق انه زي سيدنا يوسف وطبعا هو مسؤول عن ربنا بقى يعني يكرم زوجته المفروض انها يعني ايه تشوف مدى الحلال او الحرام في هذا الموضوع انه ما طالع وزير المالية المفروض منوط به النهاردة اللي لم يترك شاردة ولا واردة الا او اخذ عن ناس درايب مش بيكلم الناس النهاردة في مستقبل مصر السياسة النقدية والمالية والموازنة والاسعار بيكلم ان احنا ربطنا المرتبات بمنظومة الالكترونية كلام ده خلاص يعني العالم خلاص عده انت لسه تحط المرتبات على الكمبيوتر يعني دي منظومة الالكترونية انجاز ما انا بقولك احنا عندنا يعني اسوأ ما في هذا النظام الحالي انه قام بتقزيم كل رجال الدولة ما عندكش وزراء عندك مجموعة من الكاتب والموظفين والخدام اللي بياخدوا الاوامر والتوجيهات ونفذوها كان قديما حتى في عصر مبارك بالمناسبة تلاقي مثلا الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس النواب الدكتور احمد فتح سرور استاد القانون رئيس مجلس النواب تلاقي حتى في المعارضة كمال الشازدي تلاقي رجال الدولة عفوا انا بكلم بقول كمال الشازدي تلاقي طبعا المعارضة كان فيها عتاولة فيها عتاولة انما كان المتحدث باسم الحزب الوطني كمال الشازدي كان تقيل حد تقيل لا تحس كده بيهبة يعني بص كان كلهم بصراحة نادر فتح سرور طبعا تختلف تطفق حسن مبارك الرجل دولة ما كانش هزق ولا كان تافي ولا كان قزم ولا كان حد يعني يهرأ إلى التهراء الأخير اللي قاله خلوهم يتسلوا إنما كان فينا لديك رجال دولة سواء معارضين أو في النظام أو وزراء أو محافظين أقول لك حاجة كان عندنا في الغربية مهر الجندي مهر الجندي الله أرحمه كان محامي عام وكان ما يجي ينزل في الشوارع يجي لقدام رؤساء المدر كان فيه هيبة حتى للمحافظ لرئيس الحية راجل النهاردة لها هيبة حتى لوزير يعني محمد مقيد طالع النهاردة يتكلم والبلد بتغلي كلها والناس مش عارفة الدولار النهاردة 22 جنيه وطالع وزير المالية المصري يكلمني عن ربط المرتبات بالمنظومة الأكترونية وإحنا عملنا إنجاز كبير أنا بقولك إحنا للأسف وأنا في إيد ناس فشلة ناس لا تدرك قيبة مناصبها ولا تدرك أنها موظفة عند الشعب وعليها أمانة فانقل هذا الشعب كلهم ليسوا أهلي لهذه الأمانة هم ومن اختارهم ترجمة نانسي قنقر